اشتركوا في القناة ولكن التضخم الرئيسي وأظن هو الأهم من الإشارات عند 3.2% هذه التوقعات قد نرى ارتفاع في التضخم الشهري تقريبا بحدود 0.2% هل أفضل يجي أقل هل أفضل يجي يمكن أكتر أظن الأسواء لا يريد مفاجأات في حال جاءت تضخم البيانات أكتر قد نتخوف من ركود تضخمي مستمر لفترة أطولة أن التولز اللي فينا نعالج فيها رح تكون متقلصة أكتر وفي حال تراجع كبير في التضخم كمان رح نخاف أن النمو نحن في خطر هلأ إحنا أصلا توجهنا من بطلنا خيفانين من التضخم عقد منا خيفانين على النمو والأسواق طبعا تتوقع الفدرالي يدلوا عم بيحافظ عليها ولكن أظن الأسواق ما بدأ مفاجأات و2.6% قد تكون مريحة في حال جاءت مثل التوقعات نعم في ظل ذلك لا شك بأن أسواق الذهب تراقب هذه البيانات التي تفضلت بها بالتالي بين التوقعات في أن يكسر الذهب مستوى 2500 وارتد دحوة 2450 دولار والارتداد لـ 2600 دولار أو فوق مستوى 2600 دولار ما هو الإطار الأقرب لذلك هلأ كمان لازم نتذكر الذهب عم يكون فالتايل وعم تتحرك أسعاره كتير كبيرة 2500 هو مستوى نفسي مهم ونرى كتير محاولة إعادة اختباره والفترات الزمنية ستبقى وتفرجينا الذهب دايما يكون عم يمشي تقريبا في سايدوي في اتجاه جانبي إلى أن يأتي الخبر الذي عم يدعمه أكتر صعودا وهذا كنا عم نشوفه خلال الفترة الماضية أظن بالوقت الحالي 2530 كمان 2485 عم تكون هي التحركات تقريبا الجانبية للذهب عم نشوف في صافي تريدز على شراء الدهب بشكل أكبر وحتى البنوك المركزية نوعا ما لا تزال كمان محافظة على الدهب ولكن بحاجة لخبر كبير لكسر الـ 2530 وطبعا لا يزال الدهب مدعوم بس من أن نتذكر نحن عنا 25 نقطة أساسي يمكن أن نكون عم نرفعها من كيفية لتدعم الدهب بشكل كبير بحاجة لخبر آخر أو لشراء كبير من البنوك وبالتالي ما هو الخيار الأقرب في ظل هذه المعطيات؟ أظن تنينتون أنت عم نحكيك على المتوسط ولكن نكون عم نختبرون تنينتون منه مستحيل خصوصي في حال جاءت البيانات الداعمة شوية للدولار نرى تراجع خصوصي أنه 2500 هو مستوى مهم عم نختبره ولكن نهاية العام ننهيه مع تراجع على الفائدة دعم للذهب ونوصل الى 2600 كمان سناريو محتمل شدا ننتقل للحديث عن أسواق النفط المستمرة في النزيفة صحة التأبير بالتالي هل ممكن أن نرى تدخل من قبل أوبك؟ خاصة وأنها تحدثت عن مرونة سابقا فيما يتعلق بقراراتها وهذا اللي عم نلاحظوا يعني إحنا كنا عم نسمع أوبك كان بدأت علي إنتاجها رجعت غيرت كمان هلأ عم نرجع نشوف تأخير شهرين لنكون عم نرفع الإنتاج لدينا نوع من التراجعات كمان أو عدم وجود للنفط الليبي في الأسواق ولكن نعم نشوف بعض الإشارات بدل أن البرودكت الليبي كثير بيشبه الـ WTI في الولايات المتحدة ومستعدين يكونوا عم يغطوا الأمر على الفترة الزمنية الأسيرة أظن أن نشوف موجة بيع كبيرة جدا قد تؤدي إلى ارتداد بسيط أو إلى تحركات جانبية إلى أن نرجع نشوف بيانات اقتصادية ولكن فعلا نحن في موجة بيع شديد قد تكون وصلنا إلى دعم نوعا ما جيد في المستويات الحالية بالتالي هل من الممكن يكون هناك تدخل من قبل أوبيك بلس؟ نرى ما يكون فيه رفع إنتاج مفاجئ طبعا خصوصي مع البيانات اللي نشوفها بالوقت الحالي ما معقول يكون فيه ابتفاع في الانتاج على قد ما معقول يكون فيه تقليص له سريعا فيما يتعلق بالصادرات الصينية وإنعكازها على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط بالدرجة الأولى سريعا فأهلا يعني هو يتعلق بشكل مباشر عم نشوف بيانات جيدة يمكن كمان عم نشوف ارتدال نوعا ما من المستويات اللي شايفينا على النفط بالوقت الحالي ولكن بيانات إيجابية كمان الأسبوع الماضي كان في عنا بيانات سلبية من نفسين نحتاج لاستمرارية هذه البيانات لنكون عم نشوف دعم كبير أو واضح للنفط إذن السيدة فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدى الكويت كنت معنا شكرا لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة